قاد اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية للأمن واللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة حملة موسعة صباحا اليوم لنقل البعاء الجائلين من منطقة وسط البلد إلى جراج الترجمان وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة من قبل الجيش والشرطة كما قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بزيارة إلى منطقة الإسعاف بوسط البلد لمتابعة أعمال نقل الباع الجائلين بعد قرار نقلهم إلى جراج الترجمان وتسببت الحملة في تكدس مروري بوسط العاصمة خاصة في شارعي 26 يوليو ورمسيس بينما سادت حالة من السيولة المرورية في شارعي طلعت حربو عبدالخالق ثروت بعد نقل الباع الجائلين من على الأرصال